كان إقليم جيانشي وسط الصين في حالة أو أعلن حالة التأهب من المستوى الأحمر لإمدادات المياه للمرة الأولى بعد أن تضاءلت بحيرة بيونغا للمياه العذبة أكبر بحيرات البلاد إلى مستوى قياسية وانخفض منصوب المياه في نقطة مراقبة رئيسية في البحيرة إلى 19.43 متر إلى 7.1 متر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقال مركز مراقبة المياه إن مستويات المياه في بيونغا ستنخفض أكثر في الأيام المقبلة مضيفا أنه طول الأمطار منذ يوليو أقل بنسبة 60% عن العام السابق موسيقى